اشتركوا في القناة اثيوبيا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات وتعهد الرئيس بارلمين بتعزيز التعاون مع حكومة اثيوبيا في تعزيز العلاقات السنائية القائمة بين البلدين والعمل بشكل وثيق على القضايا الاقليمية الرئيسية معا اكد وزير خارجية الهند وايطاليا التذام بلادهما بمواصلة تعزيز علاقتهما التعاونية مع اثيوبيا جاء ذلك في رسالة التهنية انبعث بها وزراء خارجية الهند وايطاليا السيد دمك المكونن بمناسبة اعادة تعيينه نائب لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لاثيوبيا وقال وزير الخارجية الهندية الدكتور سوبرمانيام جاشتينكار ان اثيوبيا والهند ستستفيدان بشكل كامل من ثروات والموارد الطبيعية وجميع الموارد الاخرى لصالح شعبين البلدين ومن جانبه قال وزير الخارجية الايطالي لوجي دي مايو ان العلاقات الايطالية الايثيوبيا تاريخية وطويلة الامد معربا عن امله في ان تصل علاقات ايثيوبيا وايطاليا الى مستوى اعلى ووفقا لوزارة الخارجية ستدعم ايطاليا جهود ايثيوبيا للتغلب على التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن لانها دولة محورية للسلام والاستغرار في القرن الافريقي استقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية ايثيوبيا الفيدرالية السيد تاكس اشافو في مكتبه بالعاصمة اديس ابابا السفير السعودي لدى ايثيوبيا سامي جميل عبدالله وقال السيد تاكس ان البلدان يتمتعان بطاريخ طاول امد من التعاون المشترك مضيفا الى انه يتعين على البلدين مواصلة تعاونهما في المجال الدبلوماسي واضاف ان البلدين حافظ على علاقتهما الثنائية التي دامت منذ هجرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الى ايثيوبيا وقال ان دعم المملكة العربية الثعودية لايثيوبيا مشجع وانه يمكن ضمان الفوائد الاقتصادية للشعب من خلال تعزيز هذه العلاقة ومن جانبه قال السفير سامي جميل ان البلدين تربطهما علاقة تاريخية وطيدة واضاف انهم سيعملون بشكل وثيق من اجل تقوية الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين قامت وزارة الخارجية الاثيوبيا بتنظيم ندوة عبر الانترنيت بالتعاون مع جمعية التعاون الالماني الافريقي والثفارة الاثيوبيا في المانيا حول تعزيز استثمارات الشراكة الالمانية الكبرى في اثيوبيا شارك فيها ممثل أكثر من خمسين شركة ألمانية رائدة وأشهد السفير رضوان حسين وزير الدولة للشؤون الخارجية بالعلاقات الوطيدة بين اثيوبيا والمانيا مشددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات في المجالات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وأعرب السفير رضوان عن إعجابه بجهود الحكومة الألمانية في تشجيع المستثمرين الألماني للاستثمار في اثيوبيا مضيفا بأن بلاده ستقدم التثهيلات اللاذمة للمستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة ونواث في الرضوان على قيام الحكومة الأثيوبيا بتعديلات في قوانين الاستثمار لجزب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب في اثيوبيا ومن جانبه قال مدير جمعية التعاون الألماني الأفريقي بأنه واثق من أن الشراكة الألمانية ستعمل على استغلال الفرص الاستثمارية بإثيوبيا في الفترة القادمة صرح مكتب الاتصالات الحكومي بأنه تم القضاء على ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير التجريل التي تم فصلها عن باقي ميليشيات الجماعة الإرهابية بمنطقة بوروميدا وأكد المكتب بأن الجبهة قد لجأت إلى الهجمات الإعلامية بعد فشلها في المعارك على أرض وتفكيك قواتها المعتدية واختباء عناصرها في الجبال والغابات بمنطقة بوروميدا وأشار المكتب في بيانه بأن الجبهة قامت بنشر شاعات كاذبة عن احتلالها المنطقة المحيطة بجامعة ولو عبر عملائها المتخفين بين المدينة في المنطقة مضيفا أن قوات الدفاع والأجهزة الأمنية تقوم بالقبض على هؤلاء العملاء والجواثيث في الوقت الراهن وأكد المكتب بأن منطقة بوروميدا والمناطق المحاذية لها باتت الآن تحت سيطرة قوات الدفاع الإثيوبيا ونوه المكتب في البيان إلى ضرورة مساهمة المواطنين في تقديم هؤلاء الجواثيث والخوانا إلى العدالة وحماية مناطقهم ومعاونة قوات الدفاع في عملية إنفاذ القانون قالت السفيرة الأمريكية لدى إثيوبيا جيتا باثي إن الولايات المتحدة ملتدمة بتعزيز علاقتها القوية مع إثيوبيا جاء ذلك أثناء زيارة التي قام بها الوفد برئاسة السفيرة الأمريكية مجمع هواس الصناعي وجامعاتها وبهذه المناثبة قالت السفيرة إن مجمع هواس الصناعي هو أول مصنع منسوجات حكومية في إفريقيا وقالت إن الحديقة هي مقر لعدد من شركات التصنيع بما في ذلك شركة PVH ومقرها الولايات المتحدة وأضافت السفيرة أنها سعيدة برؤية أن العديد من النساء قد وجدنا عملا في الحديقة حيث أنها تحدثت مع حولاء النساء حول قضايا مختلفة وأشارت إلى أنها ناغشت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول كيفية دعم هؤلاء النساء في أعمالهم وعلى وجه الخصوص اتفاقية قانون أقوى التي تسمح الولايات المتحدة باستيراد منتجات معفى من الرسوم الجمركية والحصحصة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى قامت وزيرة الصحة الدكتورالية الدثة بجولة إلى المرافق الصحية لتغييم حالة تقديم الخدمات الصحية في إقليم صومال وقامت الوزيرة بزيارة مكتب أوبري في منطقة فافا بمحافظة أوبري واطلعت على الأنشطة والأعمال الجارية في قطاع الصحة كما أطلع المكتب الوزيرة على آداء مكتب الصحة في عام 2021 وحضر الزيارة كبار مسؤولين في القطاع الصحي من بينهم وزيرة الدولة بوزارة الصحة سهرالة عبدالله وتجدر الإشارة إلى أن وصول وفد تترأسه وزيرة الصحة الدكتورالية الدثة والذي يضم وزراء وخبراء آخرين إلى مدينة ججججا مساء يوم أمس وشارك الوفد في المؤتمر الاستشاري الثانوي لقطاع الصحة بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مكتب الاتصالات بمدينة ججججا قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها قدمت المساعدات لأكثر من 16 ألف شخصا من المتضرين في محافظة ابنات بمنطقة جنوب جوندر في إقليم أمهراء وتشير المعلومات الواردة من اللجنة أن الدعم المقدم لهؤلاء المتضرين يضم الأدوات المنذلية الضرورية والخيم والمواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية تبرع موظف شركة الثكر بمبلغ قدره 42.6 مليون بر في إطار دعم قوات الدفاع الوطني لإثيوبيا وبحث بوكالة الأنباء الإثيوبيا قام الرئيس التنفيذي للشركة بتسليم الدعم إلى رئيس لجنة دعم الدفاع الوطني العميد أسرس يالو وقد أعرب الرئيس عن امتنانه للمساهمة المستمرة للمؤسسات والأفراد في تعذيذ الجيش الوطني متذكرا أن السيادة الوطنية وثلامة أراضيها فوق كل شيء آخر وأضاف أن طاقم الشركة مستعد لتقديم الدعم الكامل للجيش وبحث بوكالة الأنباء الإثيوبيا حضر البرامج ضباط وموظفون آخرون في الجيش بمن فيهم العقيد جيتنات أدانا مدير العلاقات العامة لقوات الدفاع الوطني انطلقت يوم أمس أول عملية شحن بحري جوي تقوم بتفريغ 17 طن من الأجهزة الإلكترونية والمندلية من شحن من شنجين إلى لاغوسو وكانو في ناجيريا عبر جيبوتي وحضر حفل الانطلاق رئيس هياة المواني والمنطقة الحرة في جيبوتي أبو بكر عمر هادي وديبلوماسيين من السفارة الإثيوبيا في جيبوتي بنيام إفريم مدير قسم الشحن في الخطوط الجوية الإثيوبيا بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين وبصفتها المذود الرائد لخدمات الشحن الجوي في إفريغيا الخطوط الجوية الإثيوبيا إلى جانب الميذة الجغرافية الاستراتيجية التنافسية التي تتمتع بها جيبوتي فإن هذا المشروع عند تشغيله بالكامل سوف يضاعف عمليات الشحن للخطوط الجوية ويجعل جيبوتي مركذا للخدمات الليجستية للشحن البحري والجوي ويعتبر مشروع الشحن البحري الجوي الذي هو واضع في سرعة البحر مرتين أرخص من النقل الجوي ومن شأنه أن يوثع بشكل كبير العلاقات التجارية بين البلدين وكذلك بين القارتين إفريقيا وأثيا ولاسيا من الصين عاد 369 مواطنا إثيوبيا من المملكة العربية السعودية يوم أمس وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية فإن 369 شخصا بينهم 45 طفلا عادوا إلى الوطن من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث استقبلهم وفد من الإدارة العامة للقنصلية العائدين بوزارة الخارجية أثناء وصولهم مطار بولي الدولي وبحسب مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية فإن الجهود جارية لإعادة المواطنين الذين يعانون من مختلف المشاكل في مختلف البلدان مشاهدين الكرام قبل نهاية نشرتنا الأخبار فلنذكركم بأهم العناوين حناء الرئيس السويسري رئيس الوضراء الدكتور أبي أحمد على إعادة انتخابه رئيسا لوضراء إثيوبيا شكرا